ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المحافظة على الإرث التاريخي لهذه الرياضات العريقة والتي تتماشى مع توجيهات ودعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بهدف المحافظة على التراث البحريني وتعريف الأجيال المتعاقبة بهوية وتاريخ الخيل في المملكة الغالية وأشار اسموه أنه حرص على توجيه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إلى تنويع برامجه والتركيز بصورة واضحة على جمال الخيل العربية للإنتاج المحلي خصوصا أن هذه الرياضة تحظى بشعبية واسعة وتؤكد قدرات المالك البحريني في إبراز قدراته العالية في الإنتاج المحلي للجياد وأضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة أن لهذه البطولة طعم خاص لمحبي وعشاق رياضة الفروسية في مملكة البحرين فهي تكشف النقابة عن الإمكانيات العالية والقدرات التي يمتلكها الملاك والاستبلات في مملكة البحرين فهذه البطولة تتمتع بمميزات خاصة على مستوى جمال الخيل وتناسق جسمه ومظهره وقوة أصالته وسلالته وتبع سموه أن من الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى الوصول إليها من خلال إقامة بطولة الاتحاد للإنتاج المحلي هو تعزيز قدرات المالك البحريني والعارض الذي يمتلك المواهب القادرة على الإبداع في مختلف الظروف تمهيدا لمشاركتهم في البطولات والأحداث الرياضية المقبلة في رياضة جمال الخيل العربية لتشريف المملكة وتحقيق نتائج المتميزة هذا وقد تم تتوج الفائزين في ختام المسابقات فيما تقام بطولة الخيل ذات السلالة المصرية الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر